مرحبا بكم معنا مرة أخرى عدد كبير من المغاربات شبعوا معنا قصة خديجة قصة خديجة التي تنورها إلى عام أكثر في الموضوع 23 سنة قصة غريبة صراحة تزوجات كتب الأربية بنية من بعد حملات حملة كان موضوع النقاش خديجة في الوقت الذي وصلت لمرحلة المخاض ولدات المحاضر فيها كلام أنه هي التي قتلت الجنين دارته في صاك أو باليزة ودارته أسلماريو مشاهدين الكرام عدد كبير من المغاربات شبعوا معنا القصة وكينا أرى أخرى تناقش من بينها الظاهرة التي في علماء وطباء يشوفوا الظاهرة إنكاروا الحمل هل هي أسباب مسببات الواقعة أم الغموض يلف الملف فيما يخص الزوج الذي لم يعترفه ولم يكن يعلم أنه الزوجة حامل ثم كذلك الأم الزوج التي تقول لم يكن أشعر في حامل أرغم أنه خديجة تقتل معه في المسلمنزيل مشاهدين الكرام تبعتوا معنا في الأول الفيديو مع الأب والأم ثم مستجدد كذلك مع الأخذ الخديجة الصغيرة الآن نناقش الموضوع في الإطار القانوني مع الأستاذ عبد الحق مديان محاببة يقضى البيضاء ينوب ويدافع بشطة الطرق المشروعة والقانونية عن خديجة سنرى معنا موضوع أستاذي تبعتها هذه القصة شفتها قصة محيرة كيف ترى الأطوار جل الملف الأول وكذلك تلتهام ديالنياب العام شكرا أولا بسم الله الرحمن الرحيم وبين ستعين نشكر قناة نيوز على هذه الاستضافة الكريمة بالنسبة للقضية سكراني خارجية قضية محيرة وهذه الشابة التي عندها 23 سنة تربطها علاقة الزوجية مع زوجها يؤثرها عقد زواج ترتب عن هذه العلاقة الزوجية زياد مولودة لعندها ربما سنتين سنتين في ظل هذه كان هناك حمل 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 بطريقة شرعية وهي تعيش مع زوجها تحت سقف واحد مع عائلة الزوج والزوج في خبر في علمه على أنها بأنها حامل حامل وكذلك في الأسرة ديالو وأسرة ديالزوجة خادجية سكراني الأبحاث التي أنجزت في هذا الموضوع مع الأسف ولكن تنقول دائما مع الأسف لأننا الأصل والبراءة المحكمة مازال ستقول كلام ديالا هي تقول في المحظر ديالا بأنها تتعطار بأنها كانت هي التي تسببت في قتل رضيعها وهو عندما جاء المخاض في بيتي عائلتها ولكن ما تقشعر له الأبدان وبحسرة وبعد المخابرة مع والد والحاضر سيد محمد هذا الرجل المتواضع الذي منطقة ديالفادية منطقة آسفية عماله كبناء لا حول ولا قوة له أسرة فقيرة جدا تعيش مأساة إنسانية اجتماعية ولا أخفيكم سرا على بعض المعلومات التي وصلت من الوالد ديالو بأنها كانت هناك القطعة من الصلة الرحم مع ابنتهم ما كانوا لا يأتيون لديها ولكن عارفين بأنها حاملة عارفين بأنها حاملة ما هو وقع؟ في التصريحات ديالو نحن نتناولنا في الميل في أن العائلة لم يكنوا عارفين حاملة نعم موعم هلأيين هذا؟ نحن معارفين تلخر تلخر هذا عارفوا حاملة وفي ذلك بين قوسين وغير ما نصح لك بعض الأمور حصد تصريح أنه العائلة التي حتى خادجة هذه الملدات لم يكن لديها عائلتها الملدات في الزوج ديالها استعانت في واحد الميقاص من أجل قطع الحبل ثم كانت نوع من الدماء وأمور أخرى حاولت تغير وتمسح أثر الجرم إذا صحت تعبير بين قوسين هذه الكلمة ومن موراها أخذت القرار أسباب ومسببات هذه المقدمة لقد أعطيتنا الأستاذي عدد كيفية مغربات بعقصة الكل يعلمه جيدة أن الحيتيات اللي بغينا هو بحكم أنه آخر فيديو جاء الأب كان زار الإبن جيله في السجن وقالت لي أنا سرغ نقول الأستاذي للمحام ماذا ضار بينك وبينها؟ بالنسبة لأنا تخبرت معها العديد المرات ودرت خبار الوالد ديالها أنا مشيت عندها ربما خلصات المرات والأربعات المرات المرة الأولى فاشمشيت عندها بأنها فاجأتني بشي تصريحات ما عندها تشي علاقة بالمحضر تدقول بأنني أنا رمشي أنا اللي قتلت عن طريق العمل ركان حاضر الزوج ديالي في بيت النعاس وولداته ويا واقفة وتدقول في تصريحات ديالي على ما نقلته لي وكانت كدفاء بعيدا عن أداء الشهادة وأنا تقدمت في هذا الموضوع في إطار الدفاع عن حقوق ومصالح هذه المتهمة بشكاية إلى الوكيل العام والوكيل العام المحترم بهذه المحكمة بمحكمة السيناء من ضد ربدة وحيلة على التو حالة على التو هذه الشكاية على الفرقة الجنائية الولائية مع الإذن بالدخول للجهة الأمنية المختصة بالاستماع إلى سكناني حول الوقائع الجديدة على هذه الشكاية لكن معطيات أخرى ربما مذكرت في المحضر ولكن الأبحاث القضائية سوف تكشف الأمور نحن لا نشك في الأبحاث القضائية التي تمت في الأول ولا الأبحاث القضائية التي سوف تقوم بالجملية التي أحيلت على الشكاية بالتعليم من سيد وكيل العام المحترم نقول نقول بأن هناك معطية جديدة نقلتها لي إلى مؤذرتي وأنا وضفتها في الشكاية ما تقول بأنه رجل سوف يكون معتقال معها لماذا؟ لأنه في بيت الناس في بيت الناس في بيت الناس كان حاضر هو ومال داروا ذلك الجانين بإعاز من الجانبين من الزوج والزوجة وداروا في الماريو وكأن شيئا لم يكن ما تركوا سيد السبب لماذا؟ السبب يعلموه لأنه لم يمكن أن نحكم على الداخل للبيت الزوجية لأن من قدوش مواتي يقولوا على حسب الأخبار لنقلتها لي هي الزوجة تقول لك بأنه وما كان شبغات التولاد شاك فيها بأن الحمل مترتب من علاقة غير شرعية وهذه أمور كلها تطرح على ما استفهم ولكن الأبحاث القضائية التي سوف تقوم بها الشرطة أو للفرقة الجنائية الولائية في مدينة الدربدة سوف تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأن هذه السيدة أنا أقول من هذا المنبر بأن السيد وكيل العام سيد وكيل العام بتعليماته السامية السيادية على اعتبار بأنه ضابط سامي على الشرطة القضائية راه متبع على الإجراءات ولا سك بأن السيد وكيل العام يحرص على الدفاع عن حقوق المواطنين لا سيما بأن هذا الشيكية اللي تقدمنا به هذا دبار مرة على تقريبا واحد شهرين ولا تلتشهر وهذه الابحاث القضائية كان طلبوا بأن سيد وكيل العام تعليماته للجهة لتفعل الإجراءات لأنه راكنش أمور ربما غيبت غيبت فيها في وقع هذه القضية وراش كلي مظلم وش كلي وكيل العصق أنا أقول بهذه اللغة العامية للمغاربة راهي هذه المتهمة المتهمة ليا سبحان الله بقى صغيرة 23 عام من يمد لها يد المساعة إلا الدفاع وإلا الصحافة وكذلك سيد وكيل العام وكذلك الضابط القضائية التي سوف تحيد التي تقوم بالأبحاث القضائية الموازية الأخرى على ضوء الشيكاية التي تقدمنا بها أمام السيد وكيل العام بهذه المحكامة الله يوفقك أستاذي أنا مدام قلت يا الميلف من السيد وكيل العام تحل على الأبحاث من الضروري كنت أني احترام الأبحاث لا نعلمه شنو ستخرج في الأبحاث قام علي أستاذي سنرى طريقة مختصرة الأب أستاذ كانت تطورك في الميلف كان سر قالت لي الإبنة لك لأنه أولا عنده مع التخابر والزيارة والدفاع للأستاذ بحق شف مع هذه الأمور إذا كان ممكن كنت ترى أن ترى هذه الأمور هل تتعرف لك شيء أخرى أمور التي تتعرف لي أخذ 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 حقيقة الموشي الذي وقع له أخذ الأستاذ لا لا أخذ 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 الله يبي يلحق أخذ 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 23 سنة التي حيلت الجميع وشاهد الكرام عدد كبير مغربة مع القصة عدد كبير من الأسئلة متروحة في الموضوع مدام ألغاز ستكون أسئلة سؤال الأول يتعلق الطريقة والنساء كل شيء يتعرفون كيف إنساني إلى ولدة الوضع كيف تكون أول حاجة بعدها أنه من الصعب أنه تملك نفسها من طبيعة أنه خارجة في هذه اللحظة ستكون قد خارط قوى من الطبيعي جدا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في الوضع أمور أخرى مسحة الدم غيرت معالي من الجريمة قدرت أنه تدير الجانين في ساك ثم تديره في باريزة من أصعب الأشياء وكذلك أعتقد في الأول جابت موس أو مقص بشكتاته الحبل من أصعب الأشياء ولكن طريقة ليسلك الأستاذ بناء على الممكن تدير معطية الإعطاته لأن التقف السيد الوكل العام والكل يعلم جيدا وهذا شيء متعارف عليه الناس دي القانون السيد الوكل العام الضل بيضاء موسوعة تبارك الله نزاه الدكاء ما غير يسموتش على الموضوع أبحاث تقيق أعطى الأوامر جيلو وننتظر كما عودتكم دائما مثل هذه الملفات تعطينا الوقائة الأولية الملف الآن بيد القضاء ولكن ننتظر في الأيام المقبلة ما سوف تسفر على الأبحاث التي تبقى الحقيقة أكثر في الموضوع حول أسباب ومسببة واقعة خديجة من الأول خديجة في الأول حملات ولدات ابنية الكل كان فرح وسعيد بالمولود سواء للعائلة ذينا ولا اتعرفت عائلة الزوج ولكن الحملة موضوع النقاش أستاذكم نشكره لأنه سعدنا ونور معنا الرأي العام في القضية ويعلم جيدا أنه عدد كابير المغربة كتبعهم على هذه الملف وكذلك الأب في وضع صعب وينتظر حقيقة قصة ابن جيرو مشاهدنا الكرام نحن لا تتبع الملف وسوف نوافكم دائما بالجديد حيث يتقضي خديجة 23 سنة ساك وسط الماليوم الأصعب الأشياء مشاهدنا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم